قصة الشاطر علي في قديم الزمان عاش صبي صغير يدعى علي في أحد المنازل التي تقع على ظفة نهر النيل المكسوة بنبات الأسيل كان لعلي أخوان صغيران وأختان صغيرتان كما كانت له أمان هما والدته الحقيقية زينب وزوجة أبيه فاطمة كان والد علي يشغل منصبا مهما فهو يشرف على الحمام الزاجر السلطاني في القاهرة وكان يكتب الرسائل التي يريد السلطان إرسالها بأحرف صغيرة على قصاصة من الورق الخفيف ويربطها تحت جناح إحدى الحمامات ثم يطلقها لنقل الرسالة عرف السلطان بأنه شرير شديد القسوة لذلك كثر أعداؤه فكان يتابع أخبار تسللاتهم عن طريق الرسائل التي يحملها إليه الحمام الزاجر من أنحاء مصر المختلفة عندما بلغ علي عامه السابع قال له والده بني إنك تخطو أول خطواتك نحو الرجولة ومن اليوم ستنتقل إلى جناح الرجال في البيت كن جاهزا في الصباح الباكر كي آخذك معي إلى القصر لستعلم عن الحمام الزاجل هيأت الأم ثياب علي فأخذها عثمان خادم الأسرة وحارسها الأمين إلى جناح الرجال كان عثمان رجلا ضخما جدا يقف في المعتاد أمام الباب الأمامي حاملا سيفه الأحدب الكبير لمجابهة اللصوص المحتملين وهو من بلاد ذات طبيعة حارة وقاسية يصارع رجالها التماسيح رياضة وتسلية ما إن انكشفت ظلمة الليل عن بداية نور الصباح وصار من الممكن تمييز الخيط الأسود عن الأبيض حتى كان علي جاهزا للذهاب كانت زينب وفاطمة واقفتين بالباب ومعهم الصغار الأربعة لتوديع علي توجه علي بصحبة والده عبر الأزيقة والشوارع فيما بدأت القاهرة تستيقل ببطء وفي طريقهما إلى القصر مر برجال يقودون الحمير من الإستبلات ونساء مسرعات إلى السوق لشراء السمك كانت أراضي القصر شاسعة فشعر علي بالخوف وصار يحدث نفسه لن أتمكن قط من إيجاد طريق هنا سلك علي ووالده طريقا كثير الإنعطافات حتى وصل إلى برج الحمام الزاجل كان ذلك المبنى الكبير مقصما ثلاث غرف الأولى لإناث الحمام والثاني لذكور الحمام والثالثة لأزواج الحمام مع زغاليلها وفي الخارج باحة تتوسطها فسقية رخامية صغيرة زرقاء ينبسج منها ماء نفورة قال أبو علي لابنه يجب أن لا تدع الحمام يطير في الليل أو في المطر أو عندما يكون جائعا وأهم ما في الأمر أن لا تطعمه أكثر مما ينبغي لأن الإفراط يجعله مدللا وأنانيا فإياك من ذلك وفي ذلك الوقت بادت الشمس كأنها تتسلق الأصوار المحيطة بالقصر أشعت على الفسقية الجميلة فتلألأت تحتها مياه نافورة فشعر علي بأن صوت الماء المتساقط وهديل الحمام هما أجمل ما سمعه في حياته قال له أبوه بمجرد وصول أي رسالة ينبغي لنا إبلاغ السلطان فورا فإذا كان نائما يتعين علينا إيقاظه سأل علي ألا يغضب من جراء ذلك فقال الوالد نعم إنه يغضب كثيرا لكن يغضب أكثر من ذلك إن لم نوقذه لأن له أعذاء كثيرين ويجب أن يعرف متى يتسللون باتجاهه لذلك يتعين إيقاظ السلطان بتمهل وعناية شديدين حيث يعزف له خدمه مقطوعات موسيقية يحبها ويهمسون في أذنه كلمات المديح والإطراء فيما يقف أحدهم قرب سريره جاهزا لتقديم القهوة الساخنة وعندما يستيقظ فعلا أقرأ له الرسالة آملا أن لا يكون أحد قد أخطأ في أي من كل تلك الأمور فسأل علي حابسا أنفاسه وإن أخطأ أحد منكم عندئذ يا بني يا قرس عيني يكون مسير أول إنسان يقع عليه نظر السلطان رميا فوريا في زنزانة المنسيين العميقة المظلمة زنزانة المنسيين لم يسمع علي من قبل بمثل هذه التسمية ولم يفهم علاقة المنسيين بتلك الكلمة الغريبة سأل أباه عن ذلك المصطلح فقال الوالد هذه يا ولدي يا فلذة كبدي حفرة عميقة فتحتها في السقف يحبس فيها السجناء فينساهم الناس مع مرور الزمن وقد أخذ سلطاننا فكرة هذه الزنزانة من أولئك الإفرنج الهمجيين الذين يعيشون في الشمال من هنا فقد كان ملكهم يستخدم مثل هذه الزنزانة لإلقاء أعدائه فيها فيهبطون ويهبطون إلى أن يسمع صوت ارتطامهم بالقار سأله علي بصوت خافت عما جرى لاحقا فقال أبوه ما إن سمع السلطان بخبر زنزانة المنسيين حتى فكر في الأعداء والمعادين وأمر جنوده بمباشرة الحفر في وسط القاعة السلطانية وأمض جنوده في تعميق الحفرة أربعين نهارا وليلة وهو يأمر بالمزيد وفي اليوم الحادي والأربعين توقف أبو علي عن الكلام فور وصول العمال والخدم إلى برج الحمام حاملين سلالا من الفول الأخضر وبسرعة توزعوا في الحجرات وأخذوا يفتحون الأقفاص ويندفونها ويغيرون المياه في الطاصات ويربطون نباث الخردل بالمجاثم باعتبارها مأكولات خفيفة للحمائم وعندها قام أبو علي كالمعتاد بجولة على الأعشاش مسجلا في مجلده كل زغلول أو جوزل جديد ومهنئا أبويه اشتغل علي بجهد مثل كل العاملين في البرج ومع انتهاء النهار نام على الأرض من شدة التعب فعاد به أبوه إلى البيت على ظهر حمار كان عثمان واقفا أمام الباب متمنطقا كالعادة بسيفه المقوس وأفراد الأسرة يرحبون بهما يا للفرحة يا للسعادة لقد عدتما إلينا قعد علي ووالده على السجادة فصبت زينب الماء على أيديهما لغسلها ثم جثفتهما لهما فاطمة بمنشفتين بيضاوين ناعمتين وعلى الفور أحضر عثمان طاولة طويلة منخفضة لتناول العشاء بعد أن شرب الحساء قدم إليهما طبق الطعام الرئيسي طائر يسمى السماني أو السلوى محشو باللوز والزبيب وكانت التحلية في الوجبة أقراصا صغيرة رائعة محلاتا بالعسل قبل بلوغ علي عامه السابع كان عليه لانتظار لحين انتهاء والده من تناول عشائه ليتعشى بعده لكنه الآن في السابعة وهاهو يخطو أولى الخطوات نحو الرجولة فقد تعشى مع أبيه فيما كان الآخرون عثمان والأمان والصغار الأربعة ينتظرون دورهم لكن لم يكونوا منزعجين كثيرا لاعتيادهم على ذلك سأل علي والده ما الذي حدث في اليوم الحادي والأربعين فأجابه الأب سوف أخبرك بالأمر غدا مع انشقاق الفجر وظهور ما يكفي من النور لتمييز الخيط الأسود عن الأبيض كان علي وأبوه المستعدين للتوجه إلى القصر وكانت فاطمة وزينب واقفتين قرب الباب ومعهما البنتان الصغيرتان والصبيان الصغيران لوداعهما قال الوالد لابنه قررت أن لا أخبرك عن اليوم الحادي والأربعين إلا بعد ابتعادنا عن البيت لم أرد إزعاج زينب وفاطمة التي يقلقهما القصر إلى حد كبير وأضاف قائلا في ذلك اليوم شقت معاول الجنود فتحة في كهف هائل الحجم تحت الأرض يوازي في مساحته مدينة بأكملها جدرانه مبنية بالياقوت الأحمر وأرضه مغطاة بالذهب وفي وسط الكهف المضائب النيران والمشاعل مارد وحشي رهيب الهامة صرخ علي يا للهول لم يتمكن الجنود إلا من رؤية قمة رأس المارد الجالس على كنبة هائلة الحجم يشرب من وعاء مليء بالحمم البركانية الحارقة ساعد الجنود من تلك الحفرة بسرعة الفئران الصارة من القطط ورم قائدهم بنفسه على الأرض أمام السلطان قائلا مولاي يا أعدم السلاطين لقد حفرنا فتحة في بيت مارد وحشي مخيف اسمح لنا بسدها قبل أن يتنبه إلينا ملس السلطان عن لحيته الكثة السوداء وقال مارد وحشي مخيف فأجاب القائد قائلا نعم يا أعدم السلاطين إنه بحجم مئة فيل له قرنان أسودان مرعبان وذراعان طويلتان محرشفتان ومخالب أرجوانية ضخمة سأل السلطان قائد فريق الحفر هل سقف كهفه بعيد جدا عن رأسه أم قريب منه فأجابه بعيد جدا يا مولاي وهل الدوء في الكهف براق أم باهت فقال القائد الراكع على أرض باهت يا مولاي أضاف أبو علي ومنذ ذلك اليوم صار السلطان يرمي في زنزانة المنسيين كل من يغضب عليهم لكن الأمر الأسوأ على الإطلاق توقف الوالد عن الكلام وتفحص الشارع لكنه لم يرى سوى امرأة في نافدة عالية تنفذ غطاء المائدة فيما كان علي حابسا أنفاسه لمعرفة بقية الأحداث همس الوالد في أدن علي الأمر الأسوأ أن المرمي لا يسمع صوت ارتطامه بالأرض شهق علي من العجب لا يسمع صوت الارتطام لا يسمع أي صوت على الإطلاق شعر علي بأن ذلك الأمر مريع حقا فسقوط الإنسان وارتطامه بالأرض سيء أصلا لكن الأمر أسوأ بكثير عندما لا تعرف من الذي ينتظرك إلا عند الوصول إلى القاع قد تقع مباشرة بين فكي المالد الوحشي فيعلكك كاللبان ولمجرد تخيل ذلك المصير المرعب كاد علي يصاب بالغثيان قال الأب لابنه المندهش حان الوقت للإهتمام بالحمام بعد أسابيع قليلة أعطى الوالد علي أحد الزغالي للصغيرة ليدربه قائلا اسمعني جيدا يا بني العزيز هذا طائر عامل يجب أن لا يدلل ينبغي تدريبه على العمل الشاق ونقل رسائل السلطان وأهم ما في الأمر أن لا تطعمه أكثر مما هو مقرر له فالإفراط في إطعامه يجعله مدللا وأنانيا فقال علي أعدك بألا أفعل ذلك سعد علي بالفرخ فسماه سعيدا ودربه على المجيء إليه كلما استدعاه بسفرة معينة ومع مزيد من التدريب صار سعيد قادرا على الطيران عائدا إلى برج الحمام من أي مكان في محيط القصر وكلما نفذ سعيد تعليمات علي حصل على طعام إضافي تشجيعي منذ اليوم الأول اتضح أن سعيدا طمع كان يأكل كل ما يتاح له من الفول الأخضر لكن يفضل البندق والبلح والكعك المعسل ودأب علي على إحضار حلوياته من البيت وإعطائها سعيدا الذي يلتهمها إلى آخر قطعة منها بعد فترة حان اليوم البدء بتدريب سعيد على عمل جديد تعلم سعيد إيجاد طريقه من أي مكان في محيط القصر لكن عليه الآن إيجاد طريقه في أماكن أخرى وكان عثمان قد أتى إلى القصر لهذه الغاية فأعد قفص سعيد ووضعه مع علي أمامه على صهوة جواد أصيل أبيض انطلق الإثنان بسرعة عبر الشوارع المزدحمة باتجاه الحدائق الهادئة على ضفة النيل الأسلية وهناك أخرج عثمان غداء النزهة من الجبنة البيضاء وثمار الزيتون المحفوظة بالملح والماء وفيما كان يأكلان بتمهل ويتمتعان بانسياب مياه النهر وخريرها روى عثمان لعلي قصة عن تلك البلاد الحارة حيث يتسارع الرجال مع التماسيه على سبيل الرياضة والتسلية طوال تلك الفترة كان سعيد يتنقل في قفصه بعصبية لأنه لم يأكل شيئا منذ الصباح وقد تذمر وهدر وهو يرى علي وعثمان يأكلان فسأل علي ألا يمكن إعطاؤه شيئا؟ أجابه عثمان لا قطعا فكلما ازداد جوعا ازدادت سرعة طيرانه عائدا إلى برج الحمام أنهى علي غداءه بواحدة من تلك الكعكات الصغيرة اللذيذة لمحلات بالعسل ولاعق ما علق منها بأصابعه وطوال هذه الفترة كان سعيد يذرع أرض قفصه متوترا متذمرا أخيرا أومأ عثمان برأسه موافقا ففتح علي باب القفص خرج سعيد مترنحا متثاقلا فقال عثمان هازئا هذا أسمن الحمام الذي رأيته في حياتي هل أنت متأكد من أنك لم تطعمه أكثر من حاجته؟ فالطائر الذي يفرط في الأكل يتعود الأنانية والكسل فكر علي في كل تلك التحليات التي كان يوفرها لسعيد وقال آمل أنني لم أفعل ذلك تنقل سعيد متوترا في المكان الذي جلس فيه علي وعثمان يتناول الطعام لكنه لم يجد أي فتات على الإطلاق فتذمر بصمت عندها قال عثمان لعلي ارفعه وارمه في الهواء رفع علي سعيدا عن الأرض وقال له هامسا فيما كان يمسد ريشه إنك ستنجح في الرجوع ثم اعتلى به سخرة ورماه عاليا أطلق سعيد صيحة فزع حادة وبسط جناحيه فورا ارتفع وحلق في الجو عاليا لكي يتمكن من رؤية القصر فحبس علي أنفاسه ثم صرخ بسعادة لقد نجح عاذ عثمان وعلي على متن الحصان السريع عبر الشوارع المزدحمة منطلقين بمحاذاة حمير محملة بالجرار وصيادي أسماك محملين بالشباك وفي الطريق كاد يقلبان منصة للفاكهة لكن عثمان خيال بارع للغاية فلم يصب الحصان شيئا في طريقه طوال ذلك الوقت كان سعيد يطير ببطء على ارتفاع منخفض لأنه سمين جدا وقد حط مرات عديدة على أسطح البيوت طلبا للراحة فقال عثمان يجب أن لا يفعل ذلك أبدا لم يجب علي لكنه تعهد في سره بفرض الحمية على سعيد فتلك الاستراحات المتعددة لم تكن إلا بسبب الأكل المفرد أخيرا وصل سعيد إلى القصر غير أنه لم يتجه نحو برج الحمام بل انطلق في اتجاه معاكس انزلق علي من على ظهر الفرس وركض وراء سعيد في الباحات للإمساك به ناداه باسمه وصفر له ملوحا بذراعيه لكن الطائر لم يعره أي اهتمام بل اندفع إلى الداخل عبر باب يحرصه جنود أشداء هرع علي وراءه فصرخ به الجنود وبدأوا يطاردونه منادين زملاءهم للمساعدة وفي لحظات كان خمسون رجلا يركضون في القاعات صارخين مهددين لم يقف علي لأنه كان يريد الإمساك بسعيد قبل أن يتعرض الطائر لأي مشكلة اخترق آخر الأبواب عدوا فانزلق إلى منتصف الحجرة قبل التوقف كانت حجرة مستديرة واسعة دات جدران زهرية جميلة وستائر خضراء رائعة تتدل من تقفها الفسيح عشرات المصابيح وفي وسط أرضها حفرة ضخمة لا بد أنها زنزانة المنسيين على الجانب الآخر كان السلطان جالسا على عرش من الذهب يأكل الكرزة من سلطانية تحملها جارية حسناء وفجأة انقد سعيد على القصعة وخطف كرزة صاحت الجارية فزعا ورمت القصعة في الهواء فتدحرج الكرز في كل الاتجاهات في تلك اللحظة كان الحراس داخلين بسرعة فداسوا على الكرز وزلت أقدامهم انزلقوا مترنحين متمايدين كثيران متخاورين وببعضهم بعضا متمسكين إلى أن تمكنوا من التوقف أمام فتحة الزنزانة حتى سعيد على الأرض وبدأ في أكل الكرز المهروس حبة تلو الأخرى والجميع ينظر إليه صامتين خائفين متشائمين فيما الصوت الوحيد المسموع هو النقر غضب السلطان وامتقع لونه وبادت عيناه كجمرتين حمروين يتطير منهم الشرر وصرخ قائلا هات هذا الطائر أريد أن أرى إحدى رجليه قفز الحراس وأمسك بسعيد فيما كان علي متسمرا في مكانه يرتجف خوفا ورعبا فلقد وسم الحمام الزاجل على أرجله برمز سلطاني صغير يثبت أنه حمام القصر وفور رؤية ذلك الوسم سيأمر السلطان بإلقاء والد علي في الزنزانة فيهبط الوالد ويهبط إلى أن يقع بين فكي المال للوحشي الذي سيتلذد بأكله كقطعة من الحلوى صاح السلطان أريد القيم على الحمام فورا هرع الحراس إلى الخارج وعاد بعد الحادات بوالد علي دخل الرجل بهدوء كلي أثار إعجاب علي لأنه لم يبدأ أي خوف على الإطلاق إنحن أبو علي باحترام وقال أنا رهن إشارتك يا عماد الدنيا والدين كنت أتمتع بآخر قصعة من الكرز عندما أوقعها طائرك كلها على الأرض ولن أجد أي كرز الآن في أي مكان في مصر لأنه يرسل إلي بأسرع السفن بعد اقتطافه من الجبال السورية المكسوة بالثلوج قال أبو علي بهدوء أتقدم إليك يا مولاي بأخلص الاعتذار عن غباء هذا الزغلول سأحضر لك فورا ما تحبه من العنب السكري والتين زعق السلطان بصوت هادر لا لا الكرز ولا شيء سوى الكرز وأريده الآن وليس غدا وبغدب رمى بعمامته أردا وبدأ يقفز عليها بدأ السلطان لعلي مثل إخوته في سورات غضبهم الطفولية فتوقع أن تهدأ سورة غضبه بمجرد حصوله على كرزه غير أن السلطان أشار بيده إلى أبي علي صائحا بحراسه أرموا به في الزنزانة صرخ علي راكدا نحوه لا أرجوك أنا المخطئ وليس والدي أنا من دلل الفرخ وأفسده بسبب جهلي وارتم على الأرض أمام السلطان شاعرا بمدى صغره وضعفه فقال الأب مستعطفا إن ابني ما زال طفلا يا مولاي صاحبه السلطان اخرص وجلس على عرشه ممررا أصابعه في لحيته السوداء الكثة رفع علي رأسه ونظر إلى حمرار الغضب في عيني السلطان شبيهتين بفحمة الليل ابتسم السلطان لكن ابتسامته القاسية لم تشعر علي بأي ارتياه وقال لأبي علي سوف أعطيك فرصة واحدة إذا تمكن هذا الصبي من الإتيان بقصعة فيها ستمائة كرزة خلال أيام ثلاثة فسوف أسامحك وإن لم يستطع فمصيرك زنزانة المنسيين ترجه أبو علي قائلا مولاي يا أعظم سلاطين الزمان هذا أمر يفوق قدرة الإنسان فالكرز يأتي من جبال الشام المكسوبة بالثلج ويستغرق نقله بالسفن السريعة أسبوعين قال السلطان هذه مشكلتك أنت ستبقى الآن في حبس انفرادي حتى مغيب الشمس في اليوم الثالث ثم تطلع إلى علي وقال منغيما هيا يا صبي هيا هاتي الكرزة المطلوب وأنقذ أباك المحبوب لم يتردد علي لحظة بل ركض بأسرع ما يمكنه عائدا إلى برج الحمام حيث رأى سعيدا يحشو نفسه بكل ما يجدهم من الفول الأخضر فقال له يا لك من طائر رهيب أتمنى أن تختنق بأكلك وجد علي عثمانا وأخبره بما حدث في القصر قائلا علينا أن نذهب إلى كل سوق في القاهرة لشراء الكرز المطلوب فأجابه عثمان لا يوجد أي كرز الآن في الأسواق لأنه يقطف في الجبال السورية ويرسل بالسفن قطعه علي صائحا علينا القيام بعمل ما يجب أن نجد الكرز وإلا فالسلطان سيرمي بأبي في زنزانة القصر وهناك سيأكله المارد الوحشي كقطعة من الحلوى فقال له عثمان ينبغي لنا الذهاب إلى البيت فورا فزينب وفاطمة زاخرتان بالحكم العملية مثلما الرمانة زاخرة بالحبوب وقد تخرجان بفكرة جيدة ذهب علي إلى البيت خائفا لأنه يدرك أن زينب وفاطمة سوف تبكيان وتول بلان لكنه فوجئ كثيرا بعد إطلاعهما على الخبر بأنهما أرسلت الصغار ليلعب في الخارج وبدأت عدان الشاي المنكه بالنعناع قال لهما علي اعتقدت أنكما سوف تتكدران فأجابته زينب إننا نقلق قبل حلوث شيء ما لكن من الغباء أن نشعر بالقلق بعد حلوثه بعد الجلوس إلى الطاولة المنخفضة والبدء بشرب الشاي المطيب بالنعناع قالت زينب حان الوقت الآن لوضع خطة تساءلت فاطمة لماذا لا نبتع بعض العنب ونحمره جيدا بديهان التلوين فأجابها عثمان فورا كل الدهانات سامة ردت فاطمة بسرعة لن يأسف أحد لتسممه فنبهتها زينب إلى أن السلطان لن ينخضع بذلك لأنه ليس غبيا فيما كان الكبار الثلاثة يتبادلون الآراء بدأت فكرة تتبلور في رأس علي كانت فكرة دكية مذهلة إلى درجة كاد أن لا يصدق أنه تدى إليها بمفرده ولكن هل ستنجح هذه الفكرة؟ أطلع علي زينب وفاطمة وعثمان على خطته فابتسموا إعجابا وتقديرا وأثنوا على ذكائه وقال عثمان لعلي هيا بنا إلى القصر لنبدأ العمل فورا قفز عثمان مع علي إلى ظهر الجواد الأصيل وأطلق له العنان عبر الشوارع المزدحمة يصابق الريح باتجاه برج الحمام فهناك كتب عثمان الرسالة بأحرف صغيرة على قصاصة من الورق ثم ربط الرسالة تحت جناح حمامه بعث علي وعثمان بعشر رسائل تحمل الكلمات نفسها ليضمن وصولها في حال ضاع بعض الحمام أو وكلته الطيور الجارحة ثم جلس الاثنان ينتظران وينتظران أمضايا ثلاثة أيام في برج الحمام الذي لم يغادراه لحظة خشية حصول أي مشكلة وبعد ظهر اليوم الثالث مع استطلالة الظلال على الأرض سمع علي صوت خفقة ورفرفة في الهواء وفي لحظة حطت تحابة من الحمام الزاجل حول الفسقية في باحة القصر هدلت تلك الطيور وعلى الأرض تهادت ثم تسابقت إلى النافورة لإرواء عطشها الشديد وبعد تلك الرحلة الطويلة فوق الصحراء هتف علي متراقصا بفرح مرحى لقد نجحنا فقد وجهت الرسالة إلى مزارع الكراز في الجبال السورية وها قد أرسلوا سربا من ثلاثمائة ذكر حمام ربط برجلي كل منها كيسان حريريان صغيران في كل واحد كرزة أحضر عثمان سلطانية نحاسية وفك مع علي الأكياس الصغيرة وأفرغا ستمائة حبة في القصعة فقد كان عليهم تقديمها إلى السلطان قبل غياب الشمس رفع عثمان القصعة وصار علي أمامه لفتح الباب فجأة وبمثل لمح البصر ظهر علي وانقد على السلطانية مختطفا حبة من الكراز صاحبه علي قف ولكن بعد فوات الأوان فالجوزل الطماع كان قد حط على مجثم عال وابتلع حبة الكراز قال عثمان لم يعد لدينا أي وقت نضيعه في الانتدار أخرج علي بسرعة حبة عنب حمراء من سلة غذائه ودفنها في أسفل القصعة قال عثمان هيا بنا عجل هرع الإثنان عبر الباحات والممرات إلى أن وصل إلى حجرة العرش حيث كان السلطان يتفرج على قرض مصارع جروده وشعاع الشمس يكال يختفي سألهما السلطان بصوت ينم عن خيبة الأمل بربكما كيف تمكنتما من إحدار كل هذا الكراز أخبره علي بما فعله فقال السلطان عظيم يبدو أنك تضاهي أباك في الذكاء ولكن هل هذه فعلا ستمائة كرزة في القصعة فرد علي بالإيجاب محاولا إخفاء مشاعره بالخوف والهلا فقال السلطان سوف نرى ثم أمر بإحضار سلطانيته المفضلة وبدأ يعد حبوب الكرز التي يضعها فيها إبان ذلك غابت الشمس كليا ودخل العبيد لإشعال المصابيح غير أن السلطان لم يتوقف عن العد ثلاثمائة وأربعة وخمسون ثلاثمائة وخمسة وخمسون إلى أن قال لدى وصوله إلى قعل القصعة خمسمائة وتسعة وتسعون كشفتك هذه الأخيرة حبة عنب وليست كرزة لقد حاولت خداعي أيها الشقي شعر علي بأن دمعه على وشك أن تنهمر على خديه وبخاصة عندما قال له السلطان بصوت ناعم لقد حاولت خداعي ولذا فإنني سأرميك أنت في الزنزانة العميقة كلمح البصر قيد الحراس عثمان كي لا يقاتل دفاعا عن علي ثم حمل علي وألقو به في الحفرة وقبل أن يتمكن علي من التفوه بكلمة النجدة وجد نفسه هابطا هابطا في الظلمة الحالكة إلى قعر تلك الزنزانة تمنى علي خلال السقوط الطويل أن ينتهي الأمر بسرعة ويبتلعه المارد الوحشي ابتلاعا لا أن يمدغه ببطء في اللحظة التالية وقع علي في قعر الحفرة إلى كه يوازي في مساحته مدينة بأكملها لكنه لم يشعر بصوت ارتطام لأنه وقع على شيء ناعم استوى جالسا ليكتشف أنه جالس على كنابة هائلة الحجم فأدرك عند إذن لما لا يسمع أحد صوت ارتطام المربيين في الحفرة فصوت الوقع على شيء ناعم لا يصل حتى إلى فتحة الكه وشاهد علي جمعا من الناس التعساء في مكان ليس ببعيد يأكلون ما يشبه قطعا من جذور الشجر وبراءهم رأى ماردا وحشيا بحجم مئة فيل ذا قرنين سوداوين رهيبين وذراعين طويلتين محرشكتين ومخارب أرجوانية ضخمة كان المارد يحرك قدرا من الحمام البركانية المغنية تتمايل في داخلها كمية ضخمة من الياقوت الأحمر والياقوت الأزرق فيما يلحس شفتيه بلسان ثعباني طويل حالك السواد استدار المارد إلى الوراء ورأى علي فقال بزمجرة هادرة يا لحد التعس مخلوق بشري آخر وطفل هذه المرة وضع جانبا ملعاقة الطبخ الضخمة قائلا هذا وضع لا يطاق ألا يكفي ما تحمله من الزلازل ليتساقط علي البشر من السقف مثل المطر ما الذي فعلته لأعاقب هكذا أحنا هامته جبارة ونظر بعين صفراء مستديرة إلى علي الذي شعر بأن رائحة أنفاس المارد أسوأ من رائحة البيض الفاسد تنهد المارد الوحشي وقال لن تكون أفضل من البكم الآخرين وبخاصة لأنك مجرد طفل فهب علي واقفا وقال أنا لست طفلا بل أنا في السابعة من عمري وقد خطوت أول خطوات نحو الرجولة فقال المارد بتعجب أوه إنه مخلوق ناطق يمكنك إذن اطلعي على سبب إزعاجي في الليل والنهار بهذا الوابل من البشر لماذا أتيت إلى هنا؟ لا بد من أن وضعك كان سيئا جدا لأن جذور الشجر هي كل ما لدي لإطعامك أخبره علي بما حدث له مع السلطان وكيف غضب منه كثيرا عندما وجد حبة كرز ناقصة فقال المارد الوحشي يبدو أنه بشري سيء إنه فعلا سيء وشرير سأله المارد هل تعني أن هؤلاء البشر لا يرغبون في البقاء هنا؟ فأجابه علي إنهم يكرهون وجودهم هنا وهم مستعدون لمغادرة فورا إن سمحت لهم الذهاب فالتفت المارد الوحشي إليهم بابتسامة عريضة أرعبتهم وقال كان عليهم إبلاغي بذلك سأل المارد الوحشي عن كيفية تساقط هؤلاء البشر إلى الكهف وقال بعد أن أشار علي إلى نقطة صغيرة في الصقف بالغة البعد إنني مستمتع جدا بحديثك لكن تريد العودة إلى بيتك قطعا فأجاب علي أريد ذلك من كل قلبي إذن خذ هؤلاء الآخرين معك ثم رفع المارد دراعه باتجاه تلك النقطة وأخذ يطيلها إلى أن اختفت داخل الحفرة وقال لعلي هيا تسلقوا وسأنتظر نادى علي أولئك التعساء للحاق به فتردد طويلا قبل البدء بتسلق الدراع ذات الحراشف التي مدت إليهم وكانوا بين الحين والآخر يضطرون إلى الاستراحة على بعض التورمات القاسية لكن المارد الصبور لم يتذمر قفز علي إلى قاعة العرش فرأى الحراس ملتسقين بالجدران رعبا فقد برزت دراع المارد من الحفرة كالثعبان وامتدت كجدور هائلة الأحجام ثم أطبقت بمخالبها الأرجوانية الدخمة على جسم السلطان وما إن خرج آخر المحررين من زنزانة المنسيين حتى انكمشت تلك الذراع عائدة إلى الكهف بالسلطان المولو للخائف أصغى علي جيدا فلم يسمع صوت ارتطان وأسعده أن لا يسمع أيضا صوت مضر هلل المصريون للتخلص من الحاكم الشرير وبايعوا أبا علي سلطانا عليهم كما نادوا بعلي وليا للعهد أعتق السلطان الجديد عبده عثمان وعينه قيما على الحمام الزاجل كما أمر بردم الزنزانة إلى الأبد أما سعيد فقد أعفي من نقل الرسائل فاحتفظت به أخت علي حيوانا مدللا وبتناول الكعكات المعسلات المسمنات لم يعرف استطاعته الطيران أكثر من دجاجة لكنه لم يأبه لذلك لأنه كان بالفعل سعيدا مثلما كان الجميع سعداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر